بعد تصويت مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية للعام المقبل وقرب إرسالها إلى البرلمان تستمر التحركات النيابية لتعديل الفقرة المتعلقة باستقطاع الرواتب في وقت شدد فيه نواب على ضرورة تطبيق القرار على رواتب الدرجات العليا لسد جزء كبير من الفجوة بين الإرادات والنفقات مبدئيا البرلمان يرفض الاستقطاعات المفترضة من رواتب الموظفين في قانون الموازنة عبر تصريحات اللجنة المالية النيابية ورئيس البرلمان ونواب آخرين الرفض النيابي جاء بعد تأثير تلك الرواتب برفع قيمة الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها الاستقطاعات صار انطباع عام وحتى من قبل السيد رئيس المجلس أن الرواتب الموظفين خط أحمر يجب أن لا نمسقوتهم لأنه مدى يأخذ هو مو عايش ببذخ ورفاهية هو يادوب لو الشهر يكفي لو ما يكفي مدى فوقه وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم مساس رواتب الطبقات الدنيا في جداول الاستقطاعات التي تضمنتها مسودة الموازنة لكن الجداول تكشف عن استقطاعات وفق نسب مئوية متفاوتة في الرواتب المتوسطة والعليا والدرجات الخاصة والوزراء والنواب والرئاسات الثلاثة كتوجه عام لمجلس النواب نحن لسنا مع الاستقطاعات وسبق أن أرسلوا لنا استقطاعات لرواتب المتقاعدين رفضناها وفي حينها طلبنا من عدهم إذا كنتم مضطرين للجوء إلى الاستقطاع فتكون في الدرجات العليا كالرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والوكلاء الوزراء والمدراء العامين ونحن متمسكون بهذا المبدأ ووفقا لمعادلة مالية تقديرية فإن تلك الاستقطاعات ورفع قيمة الدولار وبعض الضرائب أسهمت في ردم العجز بنسبة 13 رليون دينار من قيمة العجز المالي الكلي في الموازنة لكنها تبقى معرضة للرفض في مجلس النواب إذا لم تقدم الحكومة حقائق تقنع البرلمان بتلك الاستقطاعات أو بدائل عنها وبينما ترفض اللجنة المالية النيابية الاستقطاعات والضرائب المفترضة على رواتب الموظفين في قانون الموازنة تبحث الحكومة عن بدائل مالية لردم الهوة والبون الشاسعي بين الإيرادات والنفقات سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد